أعربت تعود مجلس النواب الأردني دين البشير عن سعادتها بتمثيل بلادها في مؤتمر البرلمنيين الشباب في مصر وأشارت تعود مجلس النواب الأردني إلى همية النسخة الحالية من المؤتمر مشيدة بالاستضافة المصرية للمؤتمر ولسيما في مدينة شرم الشيخ وذلك في ظل أهمية قضية التغير المناخي سعيدين أننا اليوم نكون وفد موثل من أربع أشخاص عن مجلس النواب الأردني اللي بيكون من 130 نائب وأكيد أنه إحنا كسلطة الشريعية داخل مجلس النواب إلنا الحق في دور التشريعي والرقابي على السلطة الفيذية وبالتالي كان هذا المؤتمر العالمي الثامن للبرلمنيين والمعنى بالبرلمنيين الشباب بالإضافة إلى موضوع أساسي ومهم وهو حول التغير المناقي له أثر مباشر ليس فقط على دول محددة ولكن أيضا له تأثير مباشر على كافة الدول العالم كان لنا شرف بالحضور وبعد القطاع بسبب كورونا ولكن هذا المؤتمر أن يتم عقده في دولة عربية وبمدينة شرم الشيخ والتي تعد هي مدينة الشباب والتي يتم فيها استقطاب كافة مؤتمرات الشباب عقدها في هذه المدينة له دائما الطبع المميز ونحن نشكر دائما الحكومة المصرية ودولة مصر الشقيقة بصدافتها لنا وصدافت دائما مؤتمرات الشباب فيها